وكمان ما تخافش على الاهلي طالما الاهلي بينجب مثل هؤلاء الابناء الاصلة اللي حتى مهما احترفوا مهما سافروا مهما ابدعوا وتقلقوا في الخارج يظل انتماءهم وتقديرهم وتقديرهم للنادي الاهلي موجود من هذه العناصر المحترمة والنجوم اللي بنتمناله سرعة أو عودة سريعة للملاعب محمود حسن تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه الحياة نموذج رائع جدا وصيب مع نديل انجليزي لكن بسرعة قدر يتشافى ويتعافى ويرجع يبقى قريب من المشاركة في المباريات تريزيجيه كان له رأي في الام بي سي مع الأستاذ عمر عن عمر أديب عن عودته للملاعب ودور النادي الاهلي معاه منذ طفولته نشوف بالأشياء اللي يجب التوقف عندها في الاهلي اللي هي مدرسة الكرة والاهتمام بالناشئين دي حيا يا أستاذ عمر إحنا منوحنا في النادي الاهلي عن 9 سنين ما عنديه ثقافة الهزيمة ما فيه الثقافة الهزيمة احنا كنا بنكسب اهو القالوية ما عندهمش يتغلب ما فيش لا احنا ما عندناش اه يعني فاهمني بقى انتو بتتربوا ان الأهلي ما بيتغلبش احنا بنتربى ان احنا بمخش اي بطولة لو ما خدناهاش احنا كده في كارسي احنا كده في حاجة غلط انت كده اللي انت عملته ده مش حاجة يعني احنا احنا ما عندناش نكسب خمسة وستة احنا عايزين نكسب تلتاشر واربعتاشر بنخش اي بطولة احنا عارفين احنا في كده بيجي لك اردر من دماجك انت خدت البطولة خلاص يعني انت دخل البطولة انت خدتها هو أنادي بطولة طبعا بالضبط فزرعوا فيها الحاجات دي واللي اتزرع فيها دونة صغيرة في النادي الاهلي لحد عشرين سنة ان انا اوصل هنا ان انا خلصت محاطة جدد ان انا خدت كل حاجة في النادي الاهلي الحمد لله بس انا اتنقلت نقلة تانية في اوروبا ان انا بمثل اسم النادي الاهلي واسم بلدي فانا ما معدتش بمثل نفسي تريزي جيه بنقول له الحمد لله على السلامة والملاعب المصرية تفتقدك طبعا نفتقد متابعتك في انجلترا ويعني يا رب ترجع بإذن الله احسن من الاول المنتخب محتاجك